المهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء باتوا يحصون بعشرة الآلاف في تونس التي يعتبرونها محطة عبور إلى ضفة البحر الأبيض المتوسط شمالا يوميا يعبر العشرات إلى داخل الحدود التونسية مشيا على الأقدام أما وجهتهم فعدد من المدن الساحلية التي باتت بالنسبة لهم نقاطا للعبور إلى الجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب المهربين وفي أول رقم رسمي يصدر عن السلطات في ظل الأزمة المتفاقمة كشف وزير الداخلية التونسي أن 80 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء موجودون في البلاد منهم نحو 17 ألف في مدينة السفاقس الساحلية وتقول السلطات التونسية أن أكثر من ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم وآخر هذه العمليات ما أعلنت عنه جامبيا موضحة أنها أعادت 40 مهاجرا من مواطنها غدت عملية مماثلة شملت مجموعة أخرى من المهاجرين بعدما تقطعت بهم السبل في ليبيا وفي صورة لارتفاع عدد المتدفقين على البحر الأبيض المتوسط تم إنقاذ أكثر من 34 ألف مهاجرا في الفترة الممتدة من الأول من يناير إلى العشرين من يونيو ليتضاعف الرقم لأكثر من ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية لكن القصص المأسوية لرحلة المعاناة والموت تتكرر فقد قضى نحو 800 مهاجر حاول الوصول إلى أوروبا غارقا كبالة الشواطئ التونسية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ووفق الحرس التونسي الذي ضعف من عملياته فقد تم انتشال جثث 789 مهاجرا وتونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كم عن جزيرة لبيدوزا الإيطالية تسجل بانتظام مغادرة مهاجرين أكثرهم من إفريقيا جنوب الصحراء ووفق روما فقد عبر أكثر من 80 ألف شخص البحر الأبيض المتوسط ووصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام معظمهم من الساحل التونسي وليبيا وبين سلطات تحاول إنفاذ القانون وترفض أن تكون حرس حدود لأوروبا وأصوات تطالب بمقاربة حقوقية لملف الهجرة الذي تتداخل فيه عوامل عدة يطفو ملف الهجرة غير نظامية كأحد الملفات الشائكة الذي يفرض حضوره في النقاشات بين دول جنوب المتوسط وشماله ترجمة نانسي قنقر